السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد إذن في الفيديو اليوم قموم تصحيح فرض لمادة الرياضيات للمستوى الرابع فرض المرحلة الثالثة للمستوى الرابع لمادة الرياضيات أو ما يسمى الفرض الأول للدوراء الثانية لمادة الرياضيات إذن رابط هذا النموذج ستلقاه في صندوق الوصف على شكل PDF ممكن تقوم بتحميله إذن قمضون مباشرة بتصحيح النموذج ويمشيه للتمرين الأول إذن التمرين الأول يقول ضع وأنجز إذن هنا أعطونا بجموعة هذه العمليات اللي يكمي بهم عملية القسمة إذن قمو بالإيجاز ديره إذن قمضون بالعملية الأولى إذن قمضون وضع العملية 665 إذن خط القسمة قسمة 5 إذن المقصوم عليه مكون من الرقم 1 إذن نحدد الرقم من المقصوم إذن 6 كم بها من 5 إذن بها 5 واحدة 1 في 5 5 إذن 6 ناقص 5 1 ننزل 6 16 كم بها من 5 3 3 في 5 15 نقوم بعملية ناقص إذن 16 ناقص 15 1 ننزل 5 15 ونقول دائما 15 كم بها من 5 إذن بها 3 3 في 5 15 إذن 15 ناقص 15 0 إذن 665 قسمة 5 خارجها هو 133 والباقي هو 0 إذن نكمل إذن 665 تساوي 5 في 133 زائد الباقي 0 نقوم بإنجاز العملية الثانية إذن 89 80 قسمة 6 المقصوم عليه فيه رقم 1 إذن نحدد رقم من المقصوم 8 كم بها من 6 إذن بها 6 1 1 6 6 نكتب 6 ونقوم بعملية 12 8 6 2 ننزل 9 29 كم بها من 6 إذن 4 4 4 4 4 6 24 إذن نقوم بعملية ناقص 9 ناقص 4 5 2 2 0 إذن 89 قسمة 6 خارجها هو 14 والباقي هو 5 إذن نكتب 9 80 تساوي 6 في 14 زائد الباقي 5 5 دائما الباقي يكون أصغر من المقصوم عليه نقوم بإنجاز القسمة الأخيرة إذن 7800 وخمسة وخمسون قسمة 7 إذن المقصوم عليه به رقم 1 إذن نأخذ رقم من المقصوم 7 كم بها من 7 إذن 1 1 1 7 7 نقوم بعملية الطرح 7 نقص 7 سننزل 8 8 كم بها من 7 إذن كذلك 1 إذن 1 في 7 7 8 نقص 7 1 ننزل 5 إذن 15 كم بها من 7 2 إذن 2 في 7 14 15 نقص 14 1 ننزل 5 إذن 15 كم بها من 7 2 2 2 في 7 14 15 نقص 14 و 1 إذن 7800 وخمسة وخمسون قسمة 7 خارجه هو 11 و122 والباقي هو 1 إذن نكتب 7 7 855 تساوي 7 في 1000 إذن نكتب هناك باش من تخلش مع الباقي 11 122 و122 زائد 1 وبهكذا نقص من السؤال الأول ننتقل الآن إلى السؤال الثاني إذن التمرين الثاني يقول لاحظ الرسم المبياني أسفل إذن أولا رسم المبياني السؤال ألف ماذا يمثل هذا الرسم إذن يمثل هذا الرسم عدد تلاميذ مؤسسة النجاح إذن ماذا يمثل عدد تلاميذ مؤسسة النجاح حسب أعمارهم مؤسسة النجاح حسب أعمارهم حسب أعمارهم أو حسب سنهم حسب سنهم إذن السؤال باع كم عدد التلاميذ الذين يبلغون سنهم ثمانة سنوات إذن قد pudد ننشوف عدد تلاميذ في لعمر أعمارهم ثمان ensures ثمان transitional عدد التلاميذ للعمر أعمارهم لأعمارهم مع عدد العمود الموالي تلاميذ لعمرهم سبع سنوات ثم العمود الموالي هو عدد تلاميذ الذي يمثل ثمانذة إذن نIF من أشترك سنوات مته هذا ستة ستة عشر إذن سنكتب العمر لهم إذن كم يساوي ستة ستة عشر إذن التلاميذ الذين يبلغون ثمان سنوات الذين يبلغون ثمان سنوات هو إذن العددهم كم هو ستة ستة عشر إذن عدد التلاميذ الذين يبلغون ثمان سنوات هو ماذا هو ستة عشر إذن هنحول معطيات هذا المبيان إلى الجدول إذن هنحول هذا المبيان إلى ماذا إلى جدول إذن هنعن العمر بالسنوات إذن أول عمر ستة عدنا ماذا سبعة ثم تمانية تسعة عشرة ثم ماذا إحدى إحدى عشر إذن نمشيه لدابة الماذا إلى العدد دي التلاميذ إذن بالنسبة لستة سنوات إذن العدد دي لهم هو ماذا هو عشرون إذن بالنسبة لسبع سنوات إذن العمر دي لهم هو ماذا نعم هو تمانية عشر ثم بالنسبة لتمانية إذن هو الإجابة دي لسؤال سبعة ستة عشر بالنسبة لتسعة إثنى عشر إذن كتشفت طول دي العمود وبالنسبة لما دي عشر كم يساوي أربعة وعشرون ثم إحدى عشر طولها ماذا إذن كذلك إثنى عشر وبهكده ننتهينا من التمرين التالي ننتقل الآن إلى التمرين الموعد إذن تمرين التالي كيقول فكك الأعداد العشرية التالية كما في المثال إذن أعطونا عدد عشر إذن أربعة فصيلة سبعم مئة وخمسة كنت سوينا أربعة زائد سن غصيلة سبعة زائد سن غصيلة سفر سفر خمسة ما تحولناها إلى أعداد عشر إذن نغلقوه بنفس الشيء إذن خمسة فصيلة واحد وعشرون هي خمسة زائد سفر فصيلة سفر فصيلة سفر واحد وغد نحول إلى كسر إذن خمسة إذن غير قلي عدد صحيح إذن خمسة هي خمسة على واحد ولكن نخليها خمسة إذن بالنسبة لصفة صلة اتنان إذن هناك رقم واحد وراء الفاصلة إذن نقسم على عشر بالنسبة للعدد الموالي إذن لدينا رقم وراء الفاصلة إذن نقسم واحد وغنقسم على مئة إذن نفس العمل اللي غير نقوم به بالنسبة للعدد الموالي إذن لدينا أربعة زائد سفر فاصلة سبعة زائد سفر فاصلة سفر سفر عفواً هنا سفر فاصلة أربعة ثم هنا سفر فاصلة سفر سفر ستة إذن نكتبه أربعة ثم سبعة إذن رقم واحد إذن على عشرة أربعة على مئة ثم ستة على ألف وبهكده نكونوا انتهينا من هذا السؤال الأول ننتقل الآن إلى السؤال الثاني أكتب بالحروف رتبة أرقام العشرين حسب المطلوب إذن لله الثمنية ماذا يمثل إذن الزاء الآلاف ماذا يمثل الزاء الآ الآلاف ماذا يمثل رقم خمسة إذن الأعشار رقم الأعشار ثم ماذا يمثل رقم تمنية يمثل ماذا البئات وواحد الوحدات وبهكذا ننتهينا من هذا التبرير ننتقل الآن إلى التبرير المواري التبرير الرابع يقول احسب مساحة كل شكل من الأشكال التانية إذا لدينا عند الشكل الهدسي عبارة عن مربع إذا الاسم هو ماذا مربع وماذا ومساحته شنو كنعملو اتبلع في الضرع إذا مساحته هي 3 في 3 كم تساوي 9 وبنساوش الوحدة سنتيمتر مربع غم تشوي الشكل الموالي إذا الشكل ماذا اسمه نعم مستطيل مستطيل وماذا تساوي مساحته إذا الطول في العرض إذا 2 في 5 أو العرض في الطول تساوي 10 وماذا نساوش الوحدة سنتيمتر مربع بهكذا نكون نتعين من تصحيح النموذج نتمنى أنكم تكونوا السفترون من تصحيح حد موفق في الامتحانات المقبلة ما تنساوش أن رابط الفرد ستلقاوه في صندوق الوصف وحد موفق وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر